رو بونجور أمين تحية المستمعين لكل الحدث السياسي والديبلوماسي البارح هو كان زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى تقود رئيس المفوضية الأوروبية معها رئيس وزراء إيطاليا معها رئيس وزراء هولندا وخرج بعد اللقاء هذية بلاغ مشترك بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي والبلاغ دي يقول أساسا أنه تم الاتفاق حول الشراكة تتعلق بخمسة محاور الخمسة محاور هذوما بش نرجع لهم بأكثر تفاصيل فما حاجات ماهيش دقيقة في البلاغ ولكن نلقاوها في وثيقة نشرتها المفوضية الأوروبية بالتفصيل شنية دونك الخمسة محاور هذوما المحور الأول هو ما يسمى بالليد مكرو إيكونوميك الدعم المالي الكلي وهنا نلقاو أنه من المبرمج رقم أكيد رقم سمعتو بيه وكان في كل عنوين الأخبار البارح هو قرض للمساعدة الكلية بتسعميات مليون أورو في عقاب برنامج الإصلاح المدعوم من صدوق النقد الدولي هذي شي عالي يد بالدينار التونسي تقريبا ألف ومئتين مليار من المليمات هل يعتبر رقم مهم؟ تسعميات مليون أورو تتقريبا أكثر من ثلاثة ألاف مليار هل يعتبر رقم مهم؟ رقم مهم هذي علش مهم لأنه كنرجعوا أحنا القانون المالية متاع الفين وثلاثة وعشرين نلقاه أحنا إش كنا مبرمجين بش نتسلفوا من الاتحاد الأوروبي فإنه نلقاه أحنا كنا مبرمجين ثلاثة مليون أورو دونك دي جاء معتا التريب اللي هنا وهذا يبين ليفار اللي قاعدة تعمل فيه الاتحاد الأوروبي وميلوني أترسى وميلوني أختنا صديقتنا العزيزة ميلوني ولكن اللي هنا اللي مهوش موجود في البلاغ نلقاه في الوثيقة متاع المفوضية هو إنه القرض هذه مرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهنا معلتها نحكيه على مشروع اتفاقية القرض بواحد فصل تسعة مليار دولار أمريكي زادا كيف كيف نلقاه دعم الميزانية عام الفين وثلاثة وعشرين وهنا الفصل بين الزوز أرقام يدل إنه يفهم منه إنه المية وخمسين مليون يورو الإضافيين هذو ما بش يكونوا سابقين للاتفاق مع صندوق النقد الدولي كيف اللخصوا إحنا في النقطة هذه مش قاعدة تعمل معناتها المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي هو قاعد يقنع في تونس وإلا يشجع في تونس بش تلقى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولهنا فما معنتها التجيع بالطريقة المالية إنه أنتو ما صحوا وأحنا عاو بش نزيد ونعاونوكم وميلتي بلي فواتر والدعم متاعنا دونك اللي هنا معنتها من المهم نفهمه الاستراتيجية متاع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ماهوش في برنامجه بش يعاوض صندوق النقد الدولي وإلا يحل مكانه وإلا ما تعملوش اتفاق تو أحنا نعطيوكم الفلوس ماهيش هذية الديمارش متاع الأوروبيين الديمارش هي تشجعوا أعملوا اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأحنا بش نزيدوا في الدعم المالي عطينا الخمسة نقاط يد بسرعة خاطر عنا ما نحكيو النقاط الخمسة فما تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية هنا نحكيو على مسئلة توقيع الأوبن سكاي اللي هو مذكور زادة كيف كيف برامج اللي كانت برامج عندها قداه وما صارتش الوبن سكاي عنا سنين نحكيو عليه وانا نتذكر على الأقل فما ثلاثة ولا أربعة وزاران تاع النقل اللي يقولوا راه وسي وصلنا الاتفاق وقاله في الأشهر الجاية وزادة كيف كيف البلوكاج كان عنا أحنا مربوط اسسانسيالما بالتونيسير دونك إنه يتحط في الباكيج هذية هل إنه فما نوع من الدعم التونيسير لإعادة تأهيلها باش تكون قادرة على التنافس في المجال لهذية هذية ماهوش واضح زادة كيف كيف استثمارات البنية التحتية اتفاق استثمار لتسهيل استثمارات في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الطاقات المتجددة هنا زادة كيف كيف نرقاوا الانتقال نحو الطاقات الخضراء دونك جرينينيرجي وكيف كيف معلتها تشجيع تونس على إنه إنهاء المفاوضات بشأن الرابط بين إيطاليا وتونس لزيادة الأمد وإمداد الكهرباء المستدامة اندماج تونس في سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي دونك هذه نقطة مهمة إنه من الحاجات المتروحة هو إنه تونس تولي مزود للاتحاد الأوروبي بالكهرباء وخاصة الطاقات النظيفة بيصير اللي جاية فوتوفلتاييك ولا مليوليا من طاقة الرياح النقطة الثالثة زادة المهمة اللي هي موضوع الهجرة زادة كيف كيف حزمة دعم مالي مهمة لعام 23105 مليون أورو اللي هي تقريبا زادة كيف كيف ثلاثة أضعاف الدعم من طاقة العامين اللي فاتوا العمل المشترك بشأن الهجرة لمكافحة الهجرة غير النظامية من تونس ومنع الخسار في الأرواح في البحر زادة كيف كيف مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز إدارة الحدود والتسجيل والعودة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والنقطة الأخيرة هي التقارب بين الشعوب هنا نلقاو برامج للتدريب التقني والمهني زادة كيف كيف بناء 80 مدرسة خضراء زادة تعاون أقوى في التعليم والبحث نعرفه البرامج على الاتحاد الأوروبي كما أوريزان أوروب ولا إيراسميس بلوس اللي هما يبدو أنه التوجه توسيعها أكثر بين تونس والاتحاد الأوروبي هذوما أساسا المحاور في البلاغ جاء أنه تم تكليف وزير الخارجية التونسي والمفاوض الأوروبي المكلف بالجوار أنه بشيكون فهم ومذكر تفاهم قبل نهاية جوان 2023 هذي تفاصيل الباكيج 900 مليون أورو مرتبطة بتقدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 150 مليون أورو 2023 زوزا سألها إيادة الثلاثة ماكس شو بنعليهم بلايب بكل إجاز ونوصلنا الساعة نحن مع صندوق النقد الدولي مخاطرة ذا مرتبط هذا 900 مليون أورو مربوطين بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أحنا ونوصلنا طيب إلى حد الآن ما وصلنا حتى شيء ما زلنا في الوضعية هل التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية ما تنجد تكون نقطة إلى الوراء لا أنا حسيت أنه فهم نقطة إلى الأمام لأنه رئيس الجمهورية البارح قال أحنا مستعدين أنه نلقاوا اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن مش بشورط هذيك شفنا المقترح منتع رئيس الجمهورية اللي يقول لا نخليه الأسعار ولكن نفرض الضريبة على الناس اللي تتمتع بالدعم من غير ما تكون مستحقة ليه بقع التكنيك مو هذي كيفش نجم يكون وهل سيكون مقبول مصدوق النقد الدولي تري كومبليكية خطر حتى كان لقينا لفورميولم تحديد شكونهم اللي ياخذوا في الدعم وما هونش مستحقين ليه ينجم يحل جزء من المشكل ولكن هك المشكل متعرف ويتمتع الدعم اللي تمشي في التهريب وتمشي في الناس اللي تستغل فيه بدون وجه حق الضريبة ما هيش بيش تحلها مش نقعد ونصرف ونفس الحجم ولكن جوز نسترجع جزء من الانفاق من خلال الضريبة لنك الموضوع حتى تكنيك ما معناتها يزموا برشة خدمة بباش يتم إيجاد الحلول لي معناتها هذو ما الفلوس اللي نحكيوا عليهم وهل البرنامج هذين نحكيوا عليه حتى بتاهم ما فهم حد شيء فهم مش يكون موجود شو فهم هو مشروط انه بيش تاخذ التمويلة دايز ما كتاخذ من وفقة من صندوق النقد اللي فهمته أنا وان شاء الله منيش غالط هو انه فما جزء من التمويلات ما هيش مرتبطة بالاتفاق مثلا الوثيقة المفاوضية الأوروبية تحط 900 مليون يورو تربطها بالاتفاق ومن بعد تحكي على 150 مليون يورو العام 23 ما تربطهاش الصياغة متاع الجملة ما فهماش ربط دون كيمكن هذية باش يكون معناتها في فترة سريعة قبل ما نوصلوا الاتفاق باقي الاتفاقيات ما هيش مربوطة بالاتفاق صدوق النقد الدولي كنا نحكيوا على open sky كنا نحكيوا على طاقات الخضراء كنا نحكيوا على الهجرة بالله طاقات الخضراء أنا ما بديت نأيس الحقيقة عربي ما عدتها بديت نأيس ممكن ما ايست الشهاد معنا بديت نأيس اللي تونس دولة لا تهتم بهذا الموضوع باتت ايه ولكن انه اليوم كي تلقى الشريك اللي هو الاتحاد الأوروبي يقول كراه واندي تنجم تولي غدوة تصدر طاقة ورا نجم ندفل معاك شريك سمعت تستنى انت في الاتحاد الأوروبي بشي يقول هذا يعاون انت يخي لم يعرض حتى شركة ما عرضتش خدماتها في الفوتو الغدائي موجود ولكن هنا نجموا نلقاه انه فهم للسيبر تكنيك بتاع الاتحاد الأوروبي والمساعدة التقنية و لادا ميزون بلاس عنا عنا موجود كفاءات في تونس والدولة هي اللي ما تحبش اياتك ايه مو البروسيس اليوم كي تلقى روحك عندك اتفاقيات ملزمة مع شركة وعندك ديدلاين وعندك ذلك يجب يستعرع في اللي بروسيس الهنا تأكد لي مرة اخرى اللي أنا معيس قولي عليه في جملتك وحدها فهمت كتلقى تفاقيات ملزمة يخي فما شكون لزم عليك بس هذي هي يقودونهم الى الجنة بالسلاسة معتها صحيح ولا ايات ايه يصح في جزء كبير منه صحيح ايه معتها شون يجب مستنى اللي يلزموني بش نعمل حاجة سمحني احنا مستنين الاتحاد الأوروبي بش يقول لنا راي ما انفعتكم في الطاقة الشمسية ولا بش تعملوا لوبين سكاي خبراء عندهم معتها سنين يحكيوا يقولك راهو السياحة متاعكم راهي ترشق كالنهار تعملوا لوبين سكاي تولي السياح الأوروبي ياخذ تيكيب ترونت ورو بكرونت ورو ينجم يجي عادي ويكان في تونس وقتها يقولي ياخذ لوتيل متاعه وديريكت ماما لوتيل معاش يتعدى بتورو اوبيراتور يدونك المارج اللي كان ياخذها بتورو اوبيراتور وبش يقولي ياخذها لوتيل يدونك بش تحول بالعملة صعبة لتونس ميش بش تقعد البارة دونك عشرين الف حكاية منش محتاجين لحتى حد بش يقول لنا ولكن تجربة ورات انو كنا بدأوا في مشاريع متاع الشراكة وعننا دي بارتونير حارسين دي ما المشاريع مالو رزموت تقدم اسرع من فهمك الرب يا اخوان هتا نشوفوا الاحكاية هذي خاتة تونس والبيئة حاشتين حق بعض لبعضهم برش